السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لم يعود الممار الصحي الذي كان ضروريا في السابق للوصول الى اماكن معينة مطلوبا منذ 14 مارس وبالتالي يعفى الاشخاص الذين يعيشون في هذا البلد من تقديم تصريح صحي في المقاهي والحنات والمطاعم ودور السينما وغيرها وبالمثل لم يعد ارتداء القناة مطلوب ايضا في الاماكن المغلقة مثل المتاجر او الادارات ومع ذلك يظل الهزاميا في المؤسسات وكذلك في حافلات النقل العام وترام والمطر والقطار والطائرة فيما يتعلق بالمسافرين من الخارج وخاصة من الجزائر خففت فرنسا ايضا بعض الاجراءات في الاسابيع الاخيرة وبالتالي لم يعد يطلب من الركاب الملق حين تقديم اختبار فحص سلبي كما كان الحال مع ظهور متغير وميكرون الجزائر شروط جديدة للمسافرين في هذا السياق اعلنت الجزائر لتو عن شروط جديدة لدخول اراضها للمسافرين من الخارج اعلنت خدمة رئيس الوزراء في بيان الصحفي المشر يوم الخميس عن تخفيف البروتوكول الصحي الذي كان ساري المفعول منذ نهاية يوليو 2021 ووفقا للمصدر نفسه فان الاجراءات الجديدة التي ستدخل حيزي التنفيذ في 20 مارسته من جميع المسافرين الى التراب الوطني بغض النظر عن بلدهم الاصلي البروتوكول الصحي الجديد على النحو التالي للاشخاص الذين تم تطعمهم اثبات التطعم منذ اقل من 9 اشهر بالنسبة للاشخاص غير الملقحين يتم اجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل قبل اقل من 72 ساعة من تاريخ السفر بالاضافة الى هذين الاجرائين اعلن مكتب الرئيس الوزراء ايضا عن الغاء الالتزام بالخضوع لاختبار المستضد عند الوصول الى الجزائر والذي كان ساريا منذ يوليو 2021 لا تزال على جانب السفر تذكر ان الاشخاص الذين يسافرون في اتجاه الجزائر فرنسا يظلون خاضعين لنفس ظروفك المعتاد نظرا لان السلطات الفرنسيات لا تزال تبقي الجزائر على القائمة البرتقالية لذلك يجب على الاشخاص غير الملقحين تبرير سبب مقنع وتقديم اختبار فحص سلبي في غدون 48 ساعة والتعهد بالخضوع عند وصولهم الى التدابير المطبقة على الاشخاص من بلد في المنطقة البرتقالية يمكن للمسافرين الذين تم تلقيحهم السفر الى الاراضي الفرنسيات دون قيود مع ابرز بطاقة التطعيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر